المجلس الإداري وكالة المغرب العربي للأنباء المنعقد اليوم يعزز مصار التحديث الذي انخرطت فيه الوكالة مؤخراً أعضاء المجلس تمنوا أداء الوكالة ودورها في المشهد الإعلامي الوطني والدولي ووافقوا على حزمة من القرارات الاستراتيجية لتعزيز إشعاع الوكالة وتحسين أوضاع العاملين بها تم تسمين أداء وكالة المغرب العربي للأنباء التمكن من مضاعفة الإنتاج السماعي البصري والصوير الخدمات تقدم في إعداد مشروع عقد البرنامج مع توصية بإشراك مجموع العاملين بمختلف فئاتهم في بلورته التفاق أيضاً على تطوير نظام تأمين صحي العاملين على المستوى الخارج ومن بين القرارات الاستراتيجية التي وفق عليها المجلس من حيث المبدع إحداث المجلس المشترك لتدبير الخاص بفئات غير الصحفيين على غرار مجلس التحرير لتكون الوكالة بذلك أولى مؤسسة إعلامية وطنية ترسينا مودجاً للحكامة يتعلق الأمر بهيئة مماثلة لمجلس التحرير الذي تأسس منذ نحو عام ويشتغل على نحو جيد ويتمر نتائج ممتازة لكن ما يميز الهيئة الجديدة وكونها تتولى تدبير حركية العاملين على المستويين الوطني والدولي كما تدبر قضايا الترقيات والتقييم والعلاوات وغيرها وكلها أمور جعلت من المجلس الإداري اليوم منحطفاً وحدةً استراتيجياً إلى ذلك وافق المجلس الإداري للوكالة أيضاً على مبدأ تطور عملية التامين الصحي لفائدات الصحفيين والعاملين في الخارج ودويهم على غرار موظف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على أن يتم دفع مساهمة الوكالة باعتبارها المشاغل عبر مؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء قرارات ستمكن الوكالة حسب عضاء المجلس من مواصلة أوراش التحديث والإصلاح وتحقيق الريادة الإعلامية على المستويين الوطني والدولي